على بعد كيلومترات من مقر بلدية أولاد بسام وتحديدا بدوار عين بن ظهرة ما تزال الدواب تحافظ على مكانتها في الوسط القروي الذي يعاني من عدة معيقات ترتبط أساسا بالمسالك الطرقية المعبدة والربط بشبكتي الماء والغاز لأننا أقرحي ملة جايز مل 55 ما زال لحد الآن ملة رأس فرنسان ما زال نزق الحمارة نحن الحمارة لا أمان لا قاز لا طريق لا حتى حاجة هنا أنا أنا قاعدين هنا يا أولادنا ما يقرأوش أولادنا ما رحبش يقرأو لا لنتحن أولادنا ما يقرأوش جاع يقضى عشر أيام ما يقرأش أنا ابني كيف هيقرش داير ما انتطأ قدمك بيتا من هذه البيوت حتى تنكشف لك حقيقة العيش في العصور الغابرة البعيدة عن مظاهر التمدن والحذرة في وقت الاستعمار كنا نعانو مزن نعانو لا طريق لا ماء لا سكنة نعانو في الشتاء والديتنا نعانو وإحنا نعانو والبرد ركتشوف في حالتنا كبداية هذا الطريق المتهلك الذي يعد المسلك الوحيد نحو مركز البلدية لا يتوفر على جسر بمواصفات تمكن السكان من تجاوزه بأمان ما يطرح تساؤلات حول جدوى انفاق ملايير السنتيمات على مشروعات تفوح منها رائحة الغش ويثبت فشلها مع سقوط أولى قطرة المطر وعلى الرغم من هذه الظروف يتطلع الأهالي إلى غد أفضل ينسيهم مرارة العيش في منطقة ما تزال ترزخ تحت وطأة النسيان ترجمة نانسي قنقر